موسيقى الحصاد من قناة الغد بالقاهرة أهلا بكم ونبدأ بالعناو الرئيس العراقي يعتبر إجراء انتخابات تشريعية مبكرة مخرجا للأزمة السياسية مزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يدرسون وضع درنامج تدريبي عسكري لأوكرانيا الأسرى الفلسطينيون يشرعون في سلسلة إجراءات تصعيدية داخل سجون الاحتلال أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن الأزمة السياسية لم تنتهي بعده مشددا على ضرورة وقف العنف في البلاد وأكد صالح في كلمة له على ضرورة إجراء انتخابات مبكرة مشيرا إلى أنها قد تحل التوترات السياسية وتفتح طريقا للخروج من الأزمة يقينا أن الوضع الحالي لم يعد مقبولا وغير قابل للاستمرار لذلك فأن إجراء انتخابات جديدة مبكرة وفق تفاهم وطني يمثل مخرجا للأزمة الخانقة في البلاد عوضا عن استجال السياسي والتصادم والتناهر وأن تضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي وتستجيب لتطلعات العراقيين كما أشار الرئيس العراقي إلى أن الوضع الحالي في البلاد لم يعد مقبولا وغير قابل للاستمرار لافتا إلى الحاجة لحوار وطني صريح بجدول أعمال واضح ومعلوم كما أوضح صالح إلى أن هناك حاجة لتعديلات دستورية يجب الشروع فيها في الفترة المقبلة من خلال الآليات الدستورية والقانونية الأشهر الماضية التي عقبت الانتخابات تؤكد ما ذهبت إليه الرئاسة الجمهورية منذ أكثر من عامين في الحاجة لتعديلات دستورية يجب الشروع فيها في الفترة المقبلة وعبر الآليات الدستورية والقانونية لبنود شهدنا جميعا على مسؤوليتها لمشاكل مستحكمة بنود كرست أزمات بدل حلها وبعدت المسافات بدل تقريبها من جانبه قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادم إنه وجه بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة المسؤول عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين وأطلقوا القدائف على القصر الحكومي وفي كلمة له أكد القادم أن الأحداث التي شهدها العراق مؤخرا تؤكد أهمية سياسة حصر السلاح بيد الدولة وحدها لأن الدم عراقي الطاهر الذي سقط أمس يطلق الانذار لكل عراقي أصيل وصادق بأننا اليوم يجب أن نواجه الحقائق المرة وأن يوضع السلاح تحت سلطة الدولة فعلا وليس شعارا أو ادعاء وقد شكلنا نجة تحقيق لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين وأراقوا الدم رغم التوجيهات المشددة التي أصدرناها لمنع استخدام الرصاص كما يجب تحديد من فتح النار والصواريخ والهاوانات على المنطقة الحكومية طوال الليل كفز دواجية الدولة واللا دولة وعلى المنظومة الأمنية الرسمية أن ترتبط جميعها جميعها بكل توجهاتها ولا فرق بين هذا وذاك فورا بالقادر عام للقوات المسلحة كما حذر رئيس الوزراء العراقية الأطراف السياسية من أنه حال استمرار التنافر والتناحر بينهم فسوف يعلن خلوة منصبه وفقا للدستور العراقي ويحملهم المسئولية أمام العراقيين وأنا كنت ما زلت مع مبدأ تداول السلمي للسلطة وأحذر من هنا إذا أراد الاستمرار في إثارة الفوضى والصراع والخلاف والتناحر وعدم الاستماع لصوت العقر فإني سأقوم بخطوة الأخلاقية والوطنية بإعلان خلو المنصب في الوقت المناسب وحسب المادة 81 من الدستور العراقي وتحمينهم المسئولي أمام العراقيين أعلن الإطار التنسقي في بيان له أن الإسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية تتولى المهام الإصلاحية ومحاربة الفساد هي السبيل لمنع تكرار ما وقع من فتنة وإنهاء الظروف التي تساعد عليها كما دعا بيان الإطار التنسقي مجلس النواب وباقي المؤسسات الدستورية للعودة إلى ممارسة مهامها الدستورية والقيام بواجبها تجاه المواطنين ووجه الشكر لكل من ساهم في وضع حد لنزيف دماء العراقيين بعد يوم دام تحولت فيه مناطق عدة بالعراق إلى ساحة حرب عاد الهدوء من جديد وخفت أصوات الهتفات التي امتزجت بالرصاص وتنفس العراقيون الصعضاء بين فرح بعودة الهدوء إلى الشارع وحزن على من سقطوا خلال الاشتباكات ولم يحدث الحمد لله أي حادث فمع إعلان قيادة العامليات المشتركة رفع حظر التجول في كل أنحاء البلاد ومطالبة مقتدى الصدر أنصاره بالانسحاب من الشوارع يمكن القول أن الأصعب قد مر بالفعل أتوجه ليكم من جهته أثنى رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاذمي على كلمة مقتدى الصدر التي حملت جميع الأطراف العراقية مسئولية أخلاقية ووطنية بحماية مقدرات البلاد والتوقف عن لغة التصعيد السياسي والأمنية الاقتتال الدم العراقي حرام 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 سواء من العشائر من طرف آخر من التيار من غير التيار ماكو هناك ميليشيات وقحة نعم هناك ميليشيات وقحة بس لا يجب أن يكون التيار أيضا وقح أنا لا زلت أؤمن أن التيار منضبط ومطيع ولذلك خلال ستين دقيقة إذا لم ينسحب حتى من الاعتصام أمام البرلمان فأنا أبرع حتى من التيار كلمة الصدر قوبلت بترحيب أيضا من قبل رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان برزاني الذي كرر دعوته لكل القوى والأطراف في العراق للحوار من أجل حل المشاكل وإنقاذ البلاد وعلى الطرف الآخر قابل الإطار التنزقي دعوة الصدر بإنهاء اعتصام عنصاره قرب الجسر المعلق وسط العاصمة العراقية بغداد لكنه طالبهم في الوقت نفسه بالإبقاء مستعدين حال تم استدعاؤهم من جديد ينظم إلينا من بغداد سرمد البياتي الباحث السياسي والأمني سيد سرمد كانت هناك كلمات لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والطيار الصدري وبيان من الإطار التنسقي ما الذي أضفته كل هذه الكلمات إلى الأزمة العراقية يعني تحية لكم بداية كلمة رئيس الجمهورية حقيقة يعني ربما تتناغم وفق ما يعتقد به الكثير من المثقفين العراقيين يعني وأولهم يمكن أني أطالب بهذه الأمور كلها يعني تعديل الدستور يكفينا نحتاج حكومة منتخبة جديدة نحتاج نعيد الانتخابات ما يحتاج من عندنا هذا التعصب والالتزام بهذه الانتخابات الدول تعيد انتخاباتها مرة ومرتين وثلاثة لا يوجد مشكلة في هذا الموضوع فالرجل أكد على إعادة الانتخابات تتكلم عن الفساد تتكلم عن المحاصصة المقيتة التي نخرت في جسد هذه الدولة العراقية هذا بالنسبة إلى كلام رئيس الجمهورية كلام السيد الكاظمي يعني أخطر ما فيه ونحن نعرف الرجل جيدا هو متألم من السلاح المنفلد متألم من بعض الأمور اللي قال أنه عملت سنتين على السلاح المنفلد خلال السنين الماضية متألم جدا من ما حصله من شهداء ومن جرحة وآخره قال أنا سأترك سأتخلى عن منصبي وفق المادة 81 الثاني أصل المادة استوسع عن المادة 81 يعني يتخلى عن منصبه في الحالة رئيس جمهوريج يعني كلف رئيس وزارة آخر إذا استمر هذا الوضع وهذا الوضع نراه سيستمر للأسف يعني الكثير شكره سيد مقتد الصدر يعني ربما قد يكون خطاب الإطار ما بيشكر لسيد الصدر لكن الحج الشعبي البقية القيادات كلها شكرة سيد مقتد الصدر على موقف اليوم بسحب مناصريه من المنطقة الخضراء الإطار في بياني بعد كلمة رئيس الجمهورية طالب البرلمان بالعودة وبتشكيل الحكومة إذن هو في اتجاه معاكس تماما لما نادى به رئيس الجمهورية وبالمطالب السابقة للطيار يعني هذه مشكلة كبيرة يعني إحنا وراء هذه الضحايا والجرحة يا أخي يعني نرجع على نفس المطالب يعني ما معقول خلونا صير عندنا مرونة في حل هذه الأزمة المشكلة يعني هل تريدون أن نعيد ما حصل يوم أمس ليس من المعقول إذن يجب أن نأتي بفكر جديد يجب أن نأتي بأمور جديدة الآن سيد مقتد الصدر والتيار نسحبوا في سحولكم المجال لكن يجب أن يضعوا في حسابتهم بأنه التيار تعداده ملايين في العراق وأنت رأيتم كل القنوات العالمية مدى الطاعة إلى مقتد الصدر قال لهم خلال ستين دقيقة بدأوا يهرولون داخل منطق الخضراء لكي لا تعبر الدقيقة الستون من أوامره طيب لماذا نخسر هذا الرجل لماذا نخسر التيارة بالحكس ممكن أنه مشكلة بعيد الانتخابات عدوا فرز يدوي وترجع عملية سياسية جديدة نخلص من هذه العملية المقيتة التي صارنا عشرة أشهر وما تقدمنا متر واحد لا بالعكس إنما تأخرنا أمتار في ديمقراطيتنا التي أنا أسميها مشوهة لذلك أرى بأنه يجب أن نأخذ بالحسبان التيار الصدري وتكون هناك جلسة حوار برئاسة الكاظمي مرة أخرى ويذهبون إلى التيار الصدري محاولة لإقناعهم بحل البرلمان وإعادة تشكيل إعادة انتخابات جديدة من أجل أن نأتي بحكومة عسى أن يرضى عليها هذا الشعب أيضا رئيس الجمهورية تحدث على تعديلات دستورية حتى يمكن أن تكون الانتخابات معبرة تعبير دقيق هل يمكن أن يتم ذلك وكيف يتم تعديل دستوري في عدم انعقاد برلمان أو عدم وجود برلمان سأقول لك شيئا المادة 76 من الدستور هي أساس البلاء الذي حاليا دنمر به منذ عام 2010 وقالها أكبر سلطة قضائية قالتها بأن المادة فسرت بصورة غير صحيحة من 2010 من زمن سيدة عياد علاوي عندما فاسع سيد النور المالكي فسرت بالكتلة الأكبر داخل البرلمان فتحالفوا الشيعة وأخذوا الموضوع من عياد علاوي أيضا الشيعي بالمناسبة لذلك المادة 76 يجب أن توضح ما هي الكتلة الأكبر ما هو الأساس الرجل مختلف صدر الذي 73 كرسي فقال أنا الكتلة الأكبر وتحالفت الآن بكتلة عابرة طائفية مع الديمقراطة الكردستانية ومع تحالف السيادة لا الإطار ذكروا بأنه لا يجب أن تكون الكتلة الأكبر شيعية هنا بدأت المشاكل فإذلك يجب تعديل المادة 76 وتكليف الكتلة الأكبر حصرا بتشكيل المقومة ولكن كيف سيتم التعديل في ظل تعطو البرلمان هل من إجراءات أخرى ممتاز جدا هذا التعديل موجود عندنا مفوضية الانتخابات وممكن أن ينتخبون قضاءات لتعديل المادة لا لدينا مشكلة إذا كانت هناك ضمانات لعقد جلسة البرلمان لجلسة واحدة مثلا من أجل التعديل ثم حل البرلمان نفسه هذا ممتاز جدا لكن اليوم بيان الإطار يقول لا ستعقد جلسة البرلمان وسنشكل حكومة وهذا يعني أنا أراه استفزازا للطرف الآخر حقيقة هل يمكن تم الحديث عن تشكيل اللي جان لمحاسبة المتورطين في إطلاق النار هل يمكن بالفعل محاسبة من قام بإطلاق النار لا 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 أعتقد سيستطيعون محاسبة من أطلق النار اليوم المشكلة هاي واضحة القوات الأمنية حسب ما ذكر سيد الكاظمي لم تتورط في الدماء طيب من المتورط فهذه مشكلة فإذا اللي جان تحقيقي ترى وأنت معنا طيلة هالفترة هل تستطيع اللي جنة التحقيقية أن تحقق في مثل هذا الموضوع لا الطرف المسلحين ولكن يعني شهدنا الاجتباكات وشهدنا من يحمل الار بي جي ويطلقه على مواطنين آخرين يعني لا توجد جريمة سرية أو مختفية هاي خلاص خلي يشكلون لجان تحقيقية من أجل كشف ما حدث لكن أنا أقول لك سوف لن تظهر نتائج في هذا الولية أسبابي الخاصة سوف لن تظهر نتائج يا أخي يا أخي البلد البلد معبأ بالسلاح هذا بلدنا إحنا معبأ بالسلاح يراد له حكومة قوية يجب أن ترتب وضع هذا السلاح هذه مشكلة كبيرة عندنا بالعراق الكل يشكوا منها فأنت على منه على أي طرف رح تذهب بالأسباب مالتك وتحمله مسؤولية ما رح يستطيعون يا أخي هذه مشكلة أنا أعرفها جيدا هناك مجالس تحقيقية كثير لم تكن لديها نتائج لم تكن بها نتائج واضحة نعم شكرا سيد سرمد البياتي الباحث السياسي والأمني كنت معنا من بغداد وفق وزراء دفاع الاتحاد الأوروبية على دراسة خيارات لإعداد برنامج تدريب عسكري للقوات العسكرية الأوكرانية وذلك حسب ما قال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء الدفاع الأوروبيين في العاصمة التشيكية براغ أكد بوريل أنه لم يتم اتخاذ قرار رسميا بسبب الطبيعة غير رسمية للاجتماع لكنه قال إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أدركت أن تقديم تدريب لأوكرانيا يحتاج إلى التنسيق تنضم إلينا من كيفا فيرا كونتساستينوفا المستشارة السابقة لرئيس البرلمان الأوكراني سيد فيرا هل بالفعل ما يحتاجه الجيش الأوكراني الآن هو التدريب؟ مساء الخير لكم جميعا ولكل من يستمعون إلينا بالطبع وبأمانة تقريبا منذ نصف عام ومرت على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا ومن أهم المساهمات التي قدمت من الشركاء الأوروبيين التدريب للجيش الأوكراني وفقا للمعرفة وللأخبار التي نحصل عليها هناك دعم كبير من القوات المسلحة البريطانية للجيش الأوكراني حيث حصل الجيش الأوكراني على تدريب في المملكة المتحدة وسمعنا أيضا عن مطالبات متعددة وإعلانات مختلفة من قبل الشركاء الأوروبيين والرغبة في المساهمة لزيادة قدرة أوكرانيا على مقاومة الغزو الروسي هذا جزء مهم من هذه القدرة على المقاومة والجيش الأوكراني في حاجة لأي دعم من أي حكومة ومن أي شعب من البلدان الأوروبية ومن البلدان الأخرى وبالتالي التدريب مساهمة إضافية يمكن أن توقف الحرب في أقرب فرصة ممكنة في الأعراف العسكرية التدريبات تستمر من ثلاثة إلى ستة أشهر هل هناك ما يشبه أن الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية تسعى لإطالة المعركة إلى هذه الفترة؟ ليس بهذه الطريقة بأمانة أود أن أركز الانتباه على أبعاد مختلفة من الناحية السياسية في الاتحاد الأوروبي سمعنا مفهوم أن القوات العسكرية الأوروبية يمكن أن يكون لها خطوات هامة وفرص هامة لتعزيز المقاومة لدى الجيش الأوكراني وبالطبع هناك قدرات عسكرية مختلفة لدى النيتو وأيضا الهيكل الأمني للنيتو والبلدان الأوروبية حيث أن هناك تحديات من قبل روسيا المشكلة هي هل نحن بالفعل لدينا غزو مستمر من قبل روسيا في أوكرانيا يستدعي الدعم لأوكرانيا بشتى الطرق وبالطبع المسألة لا تتعلق فقط بتطويل أمد العدوان في أوكرانيا ولكن لدعم الشعب الأوكراني لأن يدافع عن نفسه هذه السيناريوهات سمعناها من قبل روسيا بشأن التحاد الأوروبي والنيتو يحاولون إجبار أوكرانيا للاستمرار في هذا الصدام المشكلة أن روسيا هي التي هجمت على أوكرانيا وليس العكس وبنفس الطريقة الأوروبيون والأمنة الأوروبية يرد على هذا الغزو الروسي لأوكرانيا والشعب الأوكراني يدافع عن نفسه بالرغم من أي أفكار وبالرغم من أي مطالبات حتى لو لما نتلقى أي دعم سوف نواصل الدفاع عن بلدنا هذه نتيجة للغزو الروسي والعمليات العسكرية من روسيا ضد أوكرانيا ولكن في الفترة الأخيرة وفي أغلب التصريحات الأخيرة للرئيس الأوكراني يتحدث فيها فقط عن المقاومة العسكرية والعمليات العسكرية كان قبل ذلك يتحدث عن مساحة للتفاوض والدبلوماسية هل انتهت هذه الفكرة؟ يبغي أن أوضح لكم الأمر أنا أعتقد أن الدبلوماسية التي ستسود لا شك في ذلك كما تعرفون في كل حرب تكون هناك طاولة للمفاوضات ولكن علينا أن نفهم بأن روسيا هاجمت وأرادت بأن تلحق أراضي إلى حدودها ونحن نرى القواعد الدولية التي دمرت بالفعل من الجانب الروسي وعلينا أن نكون واضحين المفاوضات يمكن أن تكون مقبلة بعد استعادة سلامة الأراضي الأوكرانية في إطار حدود 1991 المعترف بها دوريا الحدود المعترف بها دوليا لأوكرانيا ووفقا لفهمي أنا أعتقد أن المفاوضات يمكن أن تكون ممكنة فقط إذا ما استعادت أوكرانيا أراضيها وسلامت أراضيها وسياداتها وعندما تدرك روسيا بأن عليها أن تعترف بأن أوكرانيا دولة مستقلة ذات سيادة لها الحق في اختيار الأبعاد السياسية لها أو إدارة شؤونها هذه عملية صعبة للقيادة الروسية لأن هناك بروباجاندا قامت روسيا بالفعل بأن سوف تقوم باستعادة وضعها السابق والعودة إلى ما كان عليه الحال من قبل في حال الاتحاد السوفيتي وبالتالي من المهمة أن نفهم أن الشعوب تدفع نفسها وسوف نواصل الدفاع نفسنا الأوكرانيون أيضا يواصلون اتخاذ تدبير لاستعادة أراضيهم هذه هي مجرد حجة لعملية المفاوضات سيدا فيرا كونسانتينوفا المستشرة السابقة لرئيس البرلمان الأوكراني كنت معنا من كيف شكرا لك أكدت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة الفلسطينية في السجون الإسرائيلية ناسة تبدأ إضرابها بألف مضرب كدفعة أولى يوم الخميس المقبل وأشرت اللجنة إلى أن تلك الخطوة تأتي في أو مع استمرار حل الهيئات التنظيمية وإبقاء حالة التمرد على قوانين السجان المستمرة هذه الفعاليات تستمر في الأراضي الفلسطينية نصرة للأسرع الفلسطينيين الذين أعلنوا سلسلة من الخطوات التصعيدية لمواجهة قرات إدارة مصلحة السجون التي تنصلت من التزاماتها واتفاقها في أذار الماضي نتحدثون مع سيد قدري أبو بكر الرئيس هي أجهون الأسرة والمحررين سيد قدري فعليا الأسرة سيدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام ألف أسير كمرحة أولى في بداية الشهر هذا حسب البرنامج النضالي الذي وضعه ممثلي الفصائل داخل السجون كانت عدة خطوات قبل أسبوع اتخذوها بإعادة وجبات طعام يوم الاثنين والأربعة والاعتصام داخل الغرف وفي الساحات وحددوا إمبارح كانت مقاطعة الإدارة من خلال الممثلين في الأقسام بالسجون وبالغرف بعد بكر رح يكون هناك في برنامج نضالي لداخل حركة الأسيرة بالخوض ألف أسير إضرابهم عن الطعام في كل السجون طبعا رح يشمل كل السجون وبعد ذلك بأيام رح يلحق فيهم العشرات والمئات تبعا لموقف الإدارة وتجاهلة لمطالب الأسرة سمعنا أنه يوم أمس كان هناك ربما مفاوضات بين أسرة وبين سلطة مصلحة السجون ما الذي حصل فيه؟ صحيح بعد ما أبلغ الأسرة إدارة السجون أنهم مقدمين على إضراب مفتوعة عن الطعام حاولت إدارة السجون تسحب البساط من تحتيهم يقول لهم أنه أجلوا الموضوحات لعدة أشهر نحن مشغولين بالانتخابات عندهم طبعا هذه مراوغة من أجل إنهاء هذا الإضراب لكن الأسر رفضوا طبعا هذا المنطق وقالوا إحنا رح نستمر في الإضراب ولا ننفق إضرابنا إلا بتحقيق المطالب اللي ذكرتها في المؤتمر شكرا لك سيد قدري أبو بكر رئيس سيئة شؤون الأسرة والمحررين إذن نحن نتحدث عن تواصل الفعاليات المنددة في الأراضي الفلسطينية تحديدا والمناصرة أيضا لقضية الأسراء هذا المؤتمر صحفي قبل قليل عقد هنا في مقر الصليب الأحمر في مدينة البيرة للحديث عن مخاطر ما يتعرض له الأسرة وأيضا التأكيد على أن الشعب الفلسطيني يقف إلى جانب الأسرة الفلسطينيين في قضيتهم وفي نضالهم يوم أمس كان هناك التزام الأسرة الفلسطينيين باللبس الخاص بالأسرة الفلسطينيين واستمروا بذلك أيضا استمروا بمقاطعة أو حل الهيئات التنظيمية ومقاطعة أيضا مصلحة السجون بشكل كامل وهذا طبعا يدخل وأدخل مصلحة السجون الإسرائيلية في حالة إرباك شديد نظرا لأن حل التنظيمات وحل الهيئات التنظيمية يعني بأن إدارة مصلحة السجون يجب أن تتعامل مع كل أسير على حدة يأتي هذا فيما رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية مجددا طلب الإفراج عن الأسير الخليل العوودة المضرب عن الطعام منذ نحو ستة أشهر وكان فلسطينيون قد نظموا وقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في رمالة تضامنا مع الأسرة وشهد مقر اللجنة في الخليل وقفة تضامنية مع الأسير العوودة دعت لها هيئة شؤون الأسرة ونادي الأسير الفلسطيني ينظم إلينا من رمالة عبدالفتاح دولة القيادي في حركة الفتح والأسير السابق سيد عبدالفتاح لماذا يرفض لاحتلال الإفراج عن خليل العوودة لأنه مساء الخير أولا لك وللمشاهدين لأن هذا المحتل يشعر أنه في منأة وفي مأمن من العقاب الدولي ولذلك هو يمعن في هذه الجرائم ولا يريد أن يسجل نصرا جديدا لأسير ينضم إلى كوكبة من حققوا انتصار في قضية الإداري ويريد أن يمعن في هذه الجريمة جريمة الإداري التي تتنافى مع كل الأعراف والقوانين الدولية وأيضا هذه ترجمة لسلوك هذا الاحتلال بكل مكوناته وهذه حكومة يمينية متطرفة كل ما ينتج عنها يتنافس على التطرف وعلى قمع إما الشعب الفلسطيني وإما الأسرة داخل سجون الاحتلال هو لا يريد لخليل عواودة أن يحقق نصر إضافي في قضية الإداري ولذلك أخذ قرار على ما يبدو بقتل خليل عواودة هم هددوا خليل عواودة منذ أن أعلن إضرابه لن تذهب إلى المستشفى إلا بعد أن تصل إلى مرحلة الموت ولذلك هناك قرار بقتل خليل عواودة وهذا أيضا تحدي للمجتمع الدولي وتحدي للكل أننا دولة فوق القانون وأننا نستطيع أن نقوم بكل ما نريد القيام به دون أن نتعرض لأي مساءلة أو ملاحقة قانونية أيضا الأسرة بدأوا في تنفيذ المخطط ما الذي سيدفع الاحتلال إلى أن يغير من سلوكي هل الإضراب الجماعي هل التعامل بشكل فردي مع كل أسير نعم خطوة التعامل الفردي وحل التنظيمات وسبقها التمرد على الوقت الذي تقوم فيه إدارة مصلحة السجون بفحص الغرف والنوافذ وعدم الخروج هذا كان يتم خلال دقائق في كامل القسم اليوم صارت الإدارة السجن تحتاج يوما كاملا من أجل عملية الفحص ثم تلى هذه الخطوة حل التنظيمات حل التنظيمات هناك تفاهم كان ممثل المعتقل وحده يتحدث بلسان كل السجن وكل الأسرة وبالتالي هناك حالة من الاستقرار داخل السجون الآن على إدارة مصلحة السجون أن تتعامل مع كل أسير على حدة وأن التنظيمات قد رفعت يدها عن تصرفات الأسرة وبالتالي قد يصدر تصرف ما عن أي أسير في أي لحظة ممكن أن لا تحمد عواقبها وبالتالي هذا وضع إدارة مصلحة السجون في حالة من الطوارئ عفوا والإرباك ولوحت أيضا أن يكون يوم الخميس الحركة الأسيرة هو يوم للإضراب المفتوح عن الطعام يبدأه ألف أسير نتمنى أن يتم تفاهم خلال هذا اليوم الأخير قبل الإضراب الحركة الأسيرة تدخل الإضراب كقرار أخير بعد أن تغلق أمامها كل الطرق واضح أن إدارة مصلحة السجون يعني متعنتة في الاستجابة لمطالب الأسرة البسيطة هم يريدون وقف الهجمة التي يتعرض لها الأسرة بعد عملية أبطال نفق الحرية والتضييقات ونقل الأسرة والعقابات والتفتيشات قضايا بسيطة حققتها الحركة الأسيرة منذ سنوات عديدة في إضرابات عديدة لكن يبدو أن حكومة الاحتلال وعبر ما يسمى وزير الأمن الداخلي كلهم يدفعون إدارة مصلحة السجون للإنقضاض على الأسرة وعدم الاستجابة إلى مطالبهم لذلك نعم خطوة الإضراب الجماعي بلا شك تشكل حالة من الضغط ليس فقط على إدارة مصلحة السجون وإنما على حكومة الاحتلال الآن هم في مرحلة انتخابات لذلك سيضطرون أن يعلنوا الطوارئ داخل السجون كل إدارة مصلحة السجون بكل مكوناتها لا يوجد شفتات ثلاث تتناوب على العمل الآن الآن الكل لا يذهب إلى البيت من مدير السجن حتى أصغر سجان وإضافة إلى وحدات القمع التي يتم استدعائها إلى السجون الكل الآن في حالة طوارئ 24 على 24 وهذا ينهك ويتعب إدارة مصلحة السجون ثم إن دخل الأسرى إلى الإضراب تبدأ الإدارة بالتنكيل بالنقل بالقمع وهذا جهد إضافي والأهم أن الحراك الأسرى داخل السجون وقد أخذ الطابع الوطني وتوحد الأسرى في لجنة وطنية لجنة طوارئ عليا تضم كل الفصائل هذا من شأنه أن يحرك الساحة الفلسطينية وبالفعل الساحة الفلسطينية تستعد الآن إلى حراك مساند منذ اللحظة الأولى وهو بدأ فعليا اليوم وإن دخلت الحركة الأسيرة لإضراب يوم الخميس ستجد حالة من الحراك هذا الحراك إن تم في الخارج أيضا من شأنه أن يجر الحالة إلى مواجهة مع هذا الاحتلال وبالتالي لا يمكن لأحد أن يقدر ما الذي قد يحصل في المستقبل وقد تنفلت الأمور لأن الشعب الفلسطيني إن أمعن الاحتلال فيه جرائمه بحق الشعب الفلسطيني عندما يتعلق الموضوع بالأسرة يخرج الشعب الفلسطيني إلى الميادين ويقول كلمته ولا يترك الأسرة وحدهم في هذه المعركة التي يقول الشعب الفلسطيني أنها معركة الكل الفلسطيني سيد عبد الفتاح كنت أسيرا سابقا ما صور القمع التي يتعرض لها الأسرة يعني بشكل عام أبرزها سياسة العزل الانفرادي سياسة الإهمال نسميها الإعدام الطبي التي تقتل الأسرة بشكل بطيء نتيجة عدم تقديم العلاج اللازم لهم جريمة الإدارة التي يحاكم الأسرة إداريا دون قضية ودون أي تهمة ودون أي سبب إضافة إلى عمليات القمع داخل السجون بدخول وحدات تستخدم الأسلحة والكلاب والعصي والهراوي والتفتيشات المستمرة والنقل يعني بعد عملية نفق الحرية بدأت إدارة السجون بإجراء عمليات نقل للأسرة القدامة فوق عشر سنين كل أكم من يوم في غرفة وكل أكم من شهر إلى سجن لضرب حالة استقرار الأسرة داخل السجون هذه عمليات قمع مستمرة ولذلك الحركة الأسيرة راكمت نضالاتها وإضرباتها المفتوحة عن الطعام على شكل تفاهمات تمت مع إدارة مصلحة السجون نتيجة هذه الإضربات لتوفير حالة من الاستقرار المتبادل داخل السجون الإدارة تلتزم بتحقيق ظروف معيشية أفضل والتنظيمات تسهم في تحقيق حالة من الاستقرار داخل السجون الآن هذا ضرب والآن تحولت السجون إلى حالة طوارئ عندما يدخل الأسرة إلى الإضراب يسلم الأسرة كل ما يتعلق بالمواد الغذائية لكن إدارة السجون واستخبارات السجون تدخل إلى غرف الأسرة وتصادر كل شيء داخل الغرف لا تبقي للأسير وفرشة النوم من دون الغطاء وتقوم بنقل الأسرة المضربين بشكل مكثف ما بين الغرف وما بين السجون وإجراء تفتيشات على الأسرة المضربين ومحاولة الابتزاز والضغط عليهم في عيادات السجون ومحاولة يدخلون استجانين إلى القسم ويقومون بحفلات شواء داخل القسم الذي فيه أسرة مضربين كل هذا لتحقيق وسائل ضغط على الأسرة لكن الحركة الأسيرة عندما كنا نقرر الدخول في إضراب كنا ندخل في إضراب حقيقي ونشعر بندية في التعامل مع السجان ولذلك يدخل الأسرة بإرادة قوية أننا لن نتوقف إلا بتحقيق المطالب الإنسانية التي أعلننا الإضراب من أجلها هل البحث عن الحقوق من خلال المحاكم الإسرائيلية يعتبر وهم؟ نعم هو متاح أن يتقدم الأسرة إلى المحاكم لكن بكل أسف الأسيرة الفلسطيني لا يسري عليه القانون يعني كل هذه القضايا البسيطة التي يضرب من أجلها الأسرة وهم ليسوا مضطرين للإضراب هي قضايا بسيطة يعني ماذا يعني أن يطلب الأسرة أن لا يتم نقله بشكل مستمر وأن لا يتم إجراء تفتيشات وأن لا يتم الاعتداء على الأسرة وأن يتم تقديم العلاج اللازم للأسرة المرضى هذه قضايا بسيطة لكن لأن العالم يسكت عنها والمجتمع الدولي يسكت عنها ولا يلاحق الاحتلال عليها يضرب من أجلها الأسرة نعم والأهم كرامة الأسرة الأسير اعتقل من أجل كرامته وكرامة الشعب الفلسطيني ولا يقبل أن يمس بكرامته وبظروف حياة المعيشية عندما تتعلق الأمور بالحقوق بالكرامات يقف الأسرة شامخين من أجل الحفاظ على ظروف حياة معيشية أفضل وحتى يظلوا في حالة مواجهة مستمرة مع هذا السجان الذي يحاول كسر إرادتهم وعزمتهم والأسير يناضي من أجل أن يظل يتحلى بكل هذا العزم وبكل هذا الإصرار وتكاد الحركة الأسيرة اليوم تكون الواجهة النظالية والقلاع الأخيرة للشعب الفلسطيني التي تواجه بشكل يومي صلف وجبروت وجرائم المحتل والسجان سيد عبد الفتح دولة القيادية في حركة فتح والأسير السابق كنت معنا من رمالله شكرا لك عصاد اليوم مستمر معكم من قناة الغد وتشاهدون بعد الفاصل تراشق صيني تايواني حول طلعات بطائرات مسيرة لمراقبة مواقع عسكرية إحباط محاولة إيرانية للاستلاء على سفينة أمريكية في الخليج أهلا بكم من جديد في الحصد وهذا تذكير بأهم العنوي الرئيس العراقي يعتبر أجراء انتخابات تشريعية مبكرة مخرجا للأزمة السياسية وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يدرسون وضع برنامج تدريب عسكري لأوكرانيا الأسرى الفلسطينيون يشرعون في سلسلة إجراءات تصعيدية داخل سجون الاحتلال أطلقت تايوان أعيرة تحذيرية على طائرة مسيرة صينية حلقت فوق جزيرة صغيرة تسيطر عليها تايوان بالقرب من الساحل الصيني جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان رئيسة تايوان أنها أمرت الجيش باتخاذ إجراءات مضادة قوية ضد ما وصفته بالاستفزازات الصينية في خطوة تصعيدية هي الأولى منذ بدء التصعيد بين الصين وتايوان أعلن جيش تايواني إطلاق أعيرة تحذيرية على طائرة مسيرة صينية حلقت فوق جزيرة صغيرة تسيطر عليها تايوان بالقرب من الساحل الصيني يأتي هذا التصعيد بعد وقت قصير من إعلان رئيسة تايوان بأنها أمرت الجيش باتخاذ إجراءات مضادة قوية ضد ما وصفته بالاستفزازات الصينية كانت بكين وتيبي قد تبدلت الاتهامات والحرب الكلامية بشأن سلسلة طلعات بطائرات مسيرة صينية فوق جزيرة كايمين التايوانية وقام بعضها بمراقبة مواقع عسكرية متقدمة وتواصل الصين الضغط العسكري على تايوان خلال الأسابيع التي أعقبت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بولوسي إلى طيبيه أو إلى أغسطس الحالي وردت بكين على هذه الزيارة بمناورات عسكرية ضخمة في المياه والأجواء المحيطة بطيوان وأطلقت صواريخ فوق جزيرة ساقط بعضها في المنطقة الاقتصادية اليابانية مع تبرى تصعيدا خطيرا كما أرسلت أيضا سفنا حربية وطائرات باتجاه الجزيرة بأعداد كبيرة ينضم إلينا من القاهرة عماد الأزرق مدير مركز التحرير للدراسات والبحوث سيد عماد إلى أين تتجه الأزمة بين الصين وطيوان الأزمة بين البلدين تتجه إلى المزيد من الحرب النفسية وممارسة الضغوط كل منهما على الجانب الآخر الصين تحاول حجد أكبر قدر ممكن من الضغوط السياسية والاتصادية والعسكرية على طيبية وفي المقابل الطيبية تحاول استعانة بالولايات المتحدة الأمريكية التي كانت السبب الأول في تفجر هذه الأزمة من خلال زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بولوسي إلى طيبية وبالتالي هذه الحرب النفسية أتصوأ أنها ستمتد لفترة ليست بالقليلة وإن كنت أستبعد أن تتطور الأمور إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين الجانبين ما أعلن عنه من قيام مصيرات صينية بالتحليق فوق الأراضي الطيوانية وتصوير مواقع عسكرية الصين تعتبرها أراضي صينية وهي ومتحدث في اسم وزارة الدفاع الصينية نفسه قال أن هذه الطائرات طارت وحلقت فوق أراضي صينية وفي المقابل وهو ما تسبب في إصارة طيبية واستفزتها وهذا بتزامن في الوقت الذي تتحدث فيه التقارير الخبير عن تقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الكونجلس الأمريكي للموافقة على صفقة أسلحة بحوالي مليار وواحد من عشر مليار دولار إلى الطيبية بالتأكيد هذه المواقف هي تأتي في إطار سلسلة من حلقات الحرب النفسية التي تتمارسها كل منهم على الأخرى في محاولة لدفع الطاف الآخر إلى محاولة تقديم تنازلات أو تسهيلات ولكن سيد عماد إذا كانت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بولوسي إلى تايوان هي التي زادت من هذه الاستفزازات أو استفست بكين فالسياسة العامة للولايات المتحدة بأنها تعترف بصين واحدة بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة منذ إعلان المبادئ الذي صدر في عام 1979 والخاص بإقامة العلاقات الصينية الأمريكية العلاقات المتحدة الصينية الأمريكية اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الإعلان بالصين واحدة وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين وحتى الآن لا يوجد تمثيل دبلماسي بين البلدان وكل ما هناك وتمثيل تجار ولكن الولايات المتحدة الأمريكية في نفس الوقت تلتزم بمساعدة تايوان عسكريا وعمدتها بالتسليح والتدريب للحفاظ على أولا العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية وحتى تؤكد واشنطن لطيبية أنها الحليف الأقصر وقدر على حمايتها من الصين وضمان استقلالها عن الصين كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم تايوان كورقة ضغط قوية على الصين باعتبار أنها تقول للصين أنني على بعد أمطار منك من خلال إمكانية التواجد في تايوان وبالتالي ممارسة ضغوط سياسية وعسكرية واقتصادية على بكين لتقديم المزيد من التنازلات والتسهيلات الاقتصادية أولا ثم السياسية والعسكرية لصالح واشنطن ولكن إلى أي مدى تستطيع تايوان أن تقف وتواجه هذه الضغوط التي تأتي من بكين حتى إن كانت متمثلة في الشكل العسكري أو الشكل الاقتصادي أيضا أتصور أن هناك حالة من أطلط معنان لدى تايوان بأن الصين لن تقدم على استخدام الحل العسكري أو العدالة العسكرية في حل هذه الأزمة مع تايوان هناك الثقافة الصينية تقوم على مبدأ الأسرة وتايوان هي جزء من الثقافة الصينية والمواطنين تايوانيين هم جزء من الثقافة الصينية وبالتالي هم يدركون جيدا أن الصين حريص على أن يتم حل هذه الأزمة في إطار ما يعرف بالأسرة الصينية ولأن هناك قناعة لدى القيادة الصينية بأن تايوان هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية أن الاقتصاد الطيواني هو جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الصيني أن الشعب الطيواني هو جزء لا يتجزأ من الشعب الصيني وبالتالي نشوف أي حرب ما بين الجانبين هي حرب بتعتبر حرب داخلية داخل الصين الخاصة الأول والأخير فيها هو الصينيين سواء كانوا في طيوان أو في البرى الرئيسي للصين الأمر الثاني أن الصين لديها ما يعرف بالحلم الصيني العظيم والذي يتمثل في رغبة الصين ووجود هدف لدى الصين لتحقيق ما يعرف ببناء دولة قوية متحضرة حديثة متناغمة بحلول عام 1949 في مقاوية تأسيس الجمهورية الصيني الشعبية وهو ما يعني أن تكون الصين هي الدولة الأولى على مستوى العالم وبالتالي تقود العالم اتصاديا وسياسيا والولايات المتحدة الأمريكية تدرك ذلك جيدا وهي تحاول من خلال إصارة الأزامات حول الصين سواء في طيوان في هونجو كونج في إقليم شينجيانج في الفلبين في بحر الصين الجنوبي في بحر الصين الشرقي تحاول محاصرة الصين بالمشاكل حتى تعرقلها عن تنفيذ هذا الهدف والصين تدرك ذلك وهي تعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تستدركها إلى فخ ما يعرف الأزمة الروسية أو تكرار الأزمة الروسية الأوكرانية فيما يتعلق بالصين تايوان عندما تأمر رئيسة تايوان الجيش بالرد بشكل قوي ضد الاستفزازات الصينية هل بالفعل يمكن أن تكون هناك ردود على قرب المعدات العسكرية الصينية من ساحل تايوان لا تصور أن تايوان قادرة على أن تدخل في مواجهة عسكرية مع الصين هناك فارق كبير في القوى العسكرية في القوى البشرية في التسيح الولايات المتحدة نفسها تتحسس كثيرا من الدخول في مواجهة مع الصين الصين ليست العراق وليست أفغانستان وليست ليبيا وليست أوكرانيا وليست دول كثيرة خادت الولايات المتحدة الأمريكية معارك معها أو فيها الصين دولة نووية الصين أكبر جيش في العالم يتجاوز المليون جندي الصين أكبر أقوى قوة بشرية في العالم لديها أسلحة وتجهزات نووية وقوة صاروخية قادرة على حمل القوص النووية تصل إلى أي مكان وبالتالي بالإضافة إلى الأسلحة التقريدية والجيش التقريد وبالتالي الدخول في مواجهة عسكريا مع الصين أتصور أنها ستكون محفوفة بالمخاطر في الوقت الحالي وكما أن الصين أتصور أنها لن تعطي فرصة لأي طرف ما تغفى أن يجرها إلى أزمة ليست هي التي تحدد ما كانها أو زمنها شكرا سيد عمد الأزرق مدير مركز التحرير للدراسات والبحوث كنت معنا من القاهرة أعلنت البحرية الأمريكية عن إحباط محاولة إيرانية للاستلاء على سفينة غير مأهولة في مياه الخليج وأوضحت البحرية الأمريكية في بيان لها أنها منعت زورقا تابعا للحرس الثوري الإيراني من الاستلاء على سفينة تابعة للأسطول الخامس في مياه الخليج وتنشط قوات أمريكية في الخليج العربي في محاولة للتصدي إلى ما تقول إنه نشاط إيراني مزعزع للاستقرار في المنطقة ينضم إلينا من واشنطن إيريك هام الكاتب الصحفي سيد إيريك كيف تنظر إلى هذه الحادثة في المقابل أن هناك أحاديث عن قرب التوصل إلى اتفاق أو توقيع ما بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي على الاتفاق النووي نحن نعرف أن المفاوضات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران تحديداً الاتفاق النووي بالتأكيد هش ويمكن أن يؤثر على هذه المحادثات عندما نرى مثل هذه الحوادث بالطبع هذا يسبب قلق ويمكن بالطبع أن يعود بالمحادثات مرة أخرى إلى نقطة البداية هذه الحوادث تجعلنا نتذكر أن المفاوضات التي تحدث بشأن الاتفاق النووي وهذه الحوادث بين القوات البحرية الأمريكية والإيرانية في الخليج فإن الولايات المتحدة تنظر إلى أمرين مختلفين الولايات المتحدة تتفاوض وتعمل من أجل الوصول إلى اتفاق وفي نفس الوقت تعمل على إدارة دوريات في المياه الإقليمية لضمان تحتال إيران على هذه الأمور ولكن إذا كان بالفعل الحديث عن تفاصيل هذا الاتفاق بأنه لا يتضمن دور إيران الإقليمي أو الدور المزعزع كما وصف أمريكيا إذن ما الفائدة من هذا الاتفاق؟ الولايات المتحدة لا تحاول أن تنفذ هذا الاتفاق من أجل وقف زعزعة الاستقرار من قبل إيران أو لكبح جماع إيران في المنطقة ما تركز عليه الولايات المتحدة هو كبح جماع التطلعات النووية الإيرانية أنا أعتقد أن الولايات المتحدة بالتأكيد تريد إيران أن تتصرف كطرف فاعل جيد في المنطقة ولكن ما رأيناه من الرئيس بايدن ومن إدارته أنها ستستمر بنفس السلوك وبالتالي لا تريد رفع العقوبات عن إيران إلى أن تنتهي المفاوضات والولايات المتحدة لا تريد أن تجعل المنطقة أولوية كما رأينا من إدارة بايدن وهو يتحرك من الاشتباكات في المنطقة في أسيا على مدار عشرين عاما يريد أن يفك هذا الارتباط وبالتالي هذا الاتفاق النووي يمكن أن يجعل المنطقة آمنة وبالتالي يساعد في فك الارتباط نعم ولكن كيف يمكن أن تصبح المنطقة آمنة في ظل ما ستحصل عليه إيران من فوائد اقتصادية وانفتاح وبالتالي يمكن أن تتوسع فيما تسعى للقيام به في المنطقة عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق كانت المصدقية على المحق ليس بالضرورة إيران فقط علينا أن نتذكر أن الاتفاق يتضمن توقيعين من إيران ومن الولايات المتحدة إذا كانت الولايات المتحدة ستدخل في هذا الاتفاق مرة أخرى مع إيران فإن الولايات المتحدة لن يكون أمامها خيار إلا هذا الاتفاق ومن ثم رفع العقوبات ومن ثم التعامل مع إيران كشريك متساون في المنطقة وهذا لا يعني بأن الولايات المتحدة سوف تتصرف فيما يبدو وكأنه إثارة للمشاكل ومع الحلفاء الولايات المتحدة سوف تعمل لميلا تجاه هذا الاتفاق الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا حاليا وفقا لمصادر بأن روسيا تحصل على دعم ومساعدة من قبل إيران هذه التحركات والتصرفات من قبل إيران هي التي تقلق الولايات المتحدة وبالتالي الولايات المتحدة تنظر في هذه الأمور وأنا أعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تحشد الحلفاء فيما يتعلق بالاتفاق النووي وأيضا تتطلع إلى أعوامل أخرى من قبل إيران يمكن أن تسبب مشاكل لها لاحقا شكرا سيد إيريكهام مع الكاتب الصحفي كنت معنا من واشنطن ختام حصاد اليوم من قناة الغد في القاهرة نذكركم بأهم العنوين الرئيس العراقي يعتبر إجراء انتخابات تشريعية مبكرة مخرجا للأزمة السياسية وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يدرسون وضع برنامج تدريب عسكري لأوكرانيا الأسرى الفلسطينيون يشرعون في سلسلة إجراءات تصعيدية داخل سجون الاحتلال تا حصاد اليوم من قناة الغد إلى اللقاء تا حصاد اليوم من قناة الغد إلى اللقاء